الصورة الشخصية اللي بتقدمها في طلب السفارة في هجرة القرع العشوائية بالذات شو مواصفاتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحيكم من قناة مذكرات ممرض اللي بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظمة وبرضو بنتكلم فيها عن السفار والهجرة ومواضيع تاني كثير تكلمنا في الأيام القليلة الماضية عن هجرة القرع العشوائية لأمريكا وباقي أنه نتكلم عن مواصفات الصورة الشخصية طبعا في ناس راح تقول لك لو رحت على أي ستوديو تصوير قلت له بدي صورة للسفارة الأمريكية هم المفروض أنه يعرف المواصفات المطلوبة طب لو هو ما بيعرف لو أنا الستوديو بعيد عني لو أنا معيش ولا جارش هل تعلم أنه مسموح لك تصور نفسك بالموبايل وتبعث الصورة أو ترفقها مع الطلب هل تعلم أنه بعض الناس بيقول لك أنا بعرف وهو ما بعرف المهم يوخذ منك الثلاث أربع دين نير والسلام فلازم تشوف الصورة هيك تعرف مطابقة للمواصفات ولا لا الصورة الشخصية اللي موجودة مع الطلب من أهم الأسباب اللي ممكن تخلي الكمبيوتر يلغيك أو يقبلك في المرحلة الأولى في البداية في عشرات الملايين بيقدموا الكمبيوتر أولا برفض أو بفلتر الطلبات الغير مطابقة للمواصفات ومنها الطلبات اللي بتكون فيها الصور غير مطابقة للمواصفات بعدين بيختار منهم 120 ألف أو 130 ألف وببعت لهم إيميلات إنهم قبلتوا بعدها في المقابلات من كل ثلاث بأخذ واحد بيصفوا على 55 ألف إلى 58 ألف شخص هذولا فعليا اللي راح يسافروا على أمريكا فلازم تكون الصورة الشخصية مطابقة للمواصفات الصورة الشخصية مطلوبة لبعض فئات التأشيرة بينما الصور الأونلاين أو اللي بتكون مش مطبوعة لورق مطلوبة لفئة ثانية لما نحكي عن هجرة القرعة العشوائية أنت لازم تتصور تبعث الصورة مع الطلب أونلاين بعد 6-7 شهر لو انجبلت بدك تطبعها وتأخذ لكل واحد في العيلة نسختين طبعا قبول الصورة هذا يخضع لتقدير السفارة لكن أنت لازم تعرف شو هي الشروط أشان تعرف تقدر أنه راح تنقبل أو لا شروط الصورة لازم تكون أولا بالألوان صورة أبيض واسود ما بيقبلوها رقم 2 المفروض تكون مربعة 5x5 سانتي لو بدك تحكي عن الوضوح لازم تكون 600x600 بيكسلز على الأقل ويكون وجهك في نص الصورة بالزبط حجم الراس يكون ما بين 22 و 35 مليمتر أو ما بين 50 إلى 70 بالمية من إجمال ارتفاع الصورة هسا بقول لك شو مواصفات الصورة نفسها لكن خلينا نقول شروط الصورة لازم تكون التقطتها خلال الست أشهر الماضية طب كيف راح يعرفه؟ أنا بقول لك لو أنت كل سنة بتقدم وكل سنة بنفس الصورة 100% ما راح تنقبل لو أنت قدمت مثلا السنة هاي رفضوك أو ما اختاروك بالأصاح السنة الجاي قدمت بنفس الصورة طب معروف عندهم أنه هاي صورة عمرها سنة فكل مرة وكل سنة بدك صورة جديدة والأطفال سهل جدا بيين عليهم أنه هاي الصورة قديمة خاصة إذا عمر أشهر أو سنة سنة ونص بيبين أنه هاي زمان لازم تكون تلتقطها الخلفية بيضة تماما ما فيش وراك ولا إيشي ولا برويز ولا مزهريات ولا أي شي لونها أبيض أو أبيض باهت بيج يعني لازم تكون وجهك عرضة الوجه كامل ظاهر بالصورة والوجه يكون مقابل الكاميرا مباشرة ما بصير تطلع يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت وجهك بالزبط قبال الكاميرا لازم تتصور مع تعبير وجه محايد شو يعني محايد؟ يعني لا بتبتسم ولا بتضرب بوز ما بصير تصور هيك ولا بصير تصور هيك تعبير محايد ويكونوا عنيك مفتوحات ما بصير تتصوروا عنيك مسكرات لازم تتصور بالملابس اللي بتلبسها عادة بشكل يومي يعني انت طالع مشوار او طالع الشغل شو بتلبس؟ لانه ممنوع تتصور بملابس الشغل انت لو دكتور ممنوع تتصور بالمريول الابيض انت لو ممرضة ممنوع تتصور بلبس التمريض انت لو ميكانيكي ممنوع تتصور باللبس اللي بتلبسه بالورشة فيه استثناء اللي هي الملابس الدينية فلو انت شيخ البس الدشداش والطقية عادة لو انت مثلا راهب في كنيسة البس لبس الرهبان ما حدا بعترض بالنسبة للرجال ممنوع تلبس قبعة او غطاء للرأس او غطرة او اي اشي غطي رأسك الا اذا كنت بترتديه يوميا لغرض ديني يعني لو انت امام مسجد او راهب في كنيسة البس البدكية لكن وجهك لازم يكون كله مبين غطي شعرك ما فيه مش تلبس وجهك لا وتنساش انه هذا الغطاء ما بصير يكون له ظل على وجهك يخفي بعض التفاصيل ما بصير بالصورة تكون لعب السماعات او اجهزة لاسلكية او اكسسورات للموبايل او اي اشي انت جاي تتصور صورة لسفارة تسمع اغاني بعدين ابتداء من 2016 صار ممنوع تلبس نظرات بالصورة ممنوع نظرات شمسية بتاتا ممنوع نظرات الطبية الا في حالات خاصة يعني لو انت مثلا عامل عملية من يومين ثلاث ولازم تلبس النظارة عشان عينيك ما يجعوك بيصبحوا لك بس بتقدم مع النظارة صورة من تقرير طبي من اخصائي عيون مش طبيب عام انه انت محتاج لهذه النظارة ومع ذلك ما بصير انه اطارات النظارة تغطي العين يعني انا لابس نظارة بتغطي حوالين العين بس العين مبينة ما بصير يكون فيه وهج على النظارات يحب جزي العين انتو شايفين ظل اللابتوب على النظارات هاي لو بدا تصور هيك ما بتنقبل لو كنت عندك ضعف سماعة تلبس مثلا جهاز سماعة او اشي مشابه مسموح لك تلبسه بالصورة فيه امثله للصور موجود على موقع السفارة انا بحطه لك يوم هون ادخل علي موقع السفارة بتلاقي امثلة زي هيك عشان تعرف كيف شكل الصورة اللي بيقبلوها ما بصير انك تجيب مثلا هويتك او رخصة السواقة او اي وثيقة وتصور الصورة الموجودة في رخصة السواقة ما بتنقبل لو انت صورتك موجودة في مجلة او في جريدة او في اي مكان ما بصير تصورها من المجلة وتبعتها لو عندك صورة اليك بالكامل وانت واقف صورة بالطول كامل لا هم بدهم الوجه بس تأكد انه مركز الرأس مع مركز الصورة شايف كيف هاي الصورة الصورة بده تكون اثنين بوصة واثنين بوصة يعني خمسة سنتي بخمسة سنتي تفرج عن صورة اربعة وستة اللي بنحطها بجوة السفر هذيك مستطيلة هاي مربعة بده يكون رأسك محتل ما بين خمسين بالمية الى سبعين بالمية من طول الصورة وفي عشر بالمية فوق رأسك وعشرين او ثلاثين بالمية تحتي لو انت صورت الصورة بتلفونك لازم تحفظها بصيغة جي بي اي جي لو بدك تعرف حجمها لازم يكون ماتين واربعين كيلو بايت على الاكثر ماتين واربعين او اقل طب لو انا بدي التقط الصورة بنفسي عادي وقف قدام اي حيطة او علق اي شرشف ابيض وتصور قدامه عادي نصيحة اعمل الصورة اكبر بشوي من المطلوب وبعدين بتقصها مربعة حسب الموصفات اللي هم طالبين على نفس موقع السفارة تعال اورجيك الشغل على نفس موقع السفارة بتقدر تصور حالك بالتليفون وترفع الصورة على موقع السفارة وتعدلها فيه شي اسمه الفوتو تول يعني اداة تعديل الصورة على موقع السفارة فهو بقول لك هاي مثال هاي الوجه في نص الصورة اليمين فيه فراغ الشمال قده فوق يده بعشر بالمية فراغ تحت تلاثين بالمية وهكذا فانت بتقدر تختار choose photo او اختار الصورة تي شي اسمه automatic crop يعني هو نفسه باختار الطول والعرض من حاله اذا عجبتك وشفت انها مطابقة للمواصفات هاي الخلفية بيضة فوق عشر بالمية تحت عشرين او ثلاثين بالمية اللي وجه في منتصف الصورة الفراغ على اليمين نفس الفراغ على الشمال الصورة مربعة خمسة بخمسة اذا accept and proceed يعني اقبل متابع الى باقي الطلب بعد هيك بتقول له ارفع هالموقع وبتكمل باقي الطلب عادي طب لو الصورة اصلا موجودة على الكمبيوتر او على التلفون وبترفعها رفع على موقع السفارة بكل بساطة اتأكد انها مطابقة للمواصفات اتأكد انه الصيغة جي بي اي جي اتأكد انه حجمها مية وست وعشرين كيلو بايت او اقل اتأكد انه لو حجمها كبير بدك تضغطها لسه اتأكد انها مربعة مش مستطيلة الطول خمسة والعرض خمسة سانتي والخلفية بيضة وكل الكلام اللي حكينا طب لو انا بدي اقدم طلب لطفل صغير عمره شهر شهرين كيف بدي صوره بكل بساطة بتحطه على شرشف ابيض بتوقف فوق راسه وبتصوره وبعدين بتقطص الصورة بمعرفتك زي ما قلنا لك قبل شوية راح تقول للولد بيبكي بكل بساطة احنا بدنا صورة وجهه بس بخلي اي واحد يمسك ايدي اثنتين وصوره وبعدين قص الوجه بس يعني لهون تقريبا والباقي مش مشكلة لازم يكون مفتح هنا بتطلع في الكاميرا لا ببكي ولا مغمد ولا بضحك ولا يكون مع احد بالصورة مش تصوره بحظم امه ممكن برضو اذا انت بالسيارة تحط على كرس السيارة ملاياء او شرشف ابيض وتصوره هو قاعد وبرضو قص الوجه بس وبعته للسفارة في اشي اسمه تغيير المظهر في موقع السفارة في اشي بيسموه تغيير المظهر طب لو انا عندي صورة تصورتها قبل شهر او شهرين وهس شكل مختلف مثلا انا كنت احلق دقني تعودت من جديد ان اربيها او مثلا ما كنتش لبس نظارة صرت لبس نظارة لو الصورة جديدة وعمرها اقل من 6 اشهر قدمها لبس النظارة لا يعتبر تغيير بالمظهر تربيت اللهية او احلاقتها او الشارب لا يعتبر تغيير بالمظهر تغيير بالمظهر يعني رحت عملت عملية تجميل كبرى شلت كل وجهك وركبت وجه جديد غير هيك امورك بالسليم لكن لو هم شافوا ان الصورة لا تتوافق مع المعايير البدهمية راح اقولولك بكل بساطة جيب صورة جديدة بنقبلك متى بطلبوا منك صورة جديدة لما تكون عملت عملية جراحية كبيرة في الوجه او صار معك صدمة او حادث او اشي زي هيك في الوجه لما تكون زدت او نقصت اخزوق جديدة او تتو او عامل وشن في وجهك يعني كنت عامل رسمي صاروا اربع او كنت عامل اربع شلت ثنتين وضلوا ثنتين هذا يعتبر تغيير جدري لما تكون تعرضت لقدر كبير جدا من فقدان الوزن او اكتسابه يعني انت كان وزنك ثمانين لو صار اربعين ببين على عظام وجهك انك انحفت بدك صورة جديدة لو العكس كنت ثمانين صرت متين راح يبين عليك انك انحفت كثير فهذا كأنه شكل واحد ثاني يعتبر تغيير جدري بدك صورة جديدة في بعض الناس بكون عامل عملية تحويل كان رجال وصار مرة اكيد بده صورة جديدة بشكل عام لو كان لسه ممكن يتعرف عليك من صورتك القديمة ما راح يطلبوا صورة جديدة فلا تقول لي صبخت شعري ربيت لحيتي الاشياء هاي ما بتخليهم بعرفوا كاش طب لو طفلي عمره سنة خمسة عشرة اي انسان عمره تحت الستاش وكبر اشي طبيعي انه يتغير مظهره غالبا ما راح يطلبوا صورة جديدة له لكن برضو قبول الصورة من عدمه يجري وفقا لتقدير السفارة لكن عموما لهم مطلبوا منك صورة جديدة مش معناته انك انرفضت معناته اذا بتجيبها بتنقبن صورت الصورة حطيتها بالطلب طبعتها لسبوع الجاي مقابلتك بدك تعرف شو الاسباب اللي ممكن تخليهم يرفضوك استنى الفيديو الجاي راح احكي لك فيه اسباب رفض الناس في مقابلة فيزا الهجرة العشوائية لو عجبك الفيديو لايك للفيديو اشتراك بالقناة فعل زر الجرس خليه الكل بدل مخصصة لانه بصير يجيك اشعار كل ما انزل فيديو انه مذكرات ممرض نشروا فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته